موسيقى مشاهدين الكرام مرحبا بكم في مع المغرب من واشنطن أنا آدم إرلي ويصرني دوما أن ألتقي بكم في مع المغرب من واشنطن يشهد هذا الشهر مرور عام على الاتفاق الإبراهيمي وتطبيع العلاقات بين المملكة المغربية وإسرائيل فبتوقيع هذا الاتفاق تغير الشرق الأوسط بشكل كبير ودائم فقد كان من نتيجة ذلك اعتراف أربع دول عربية رسميا بحق إسرائيل في الوجود وتوجيه ضربة قاتلة لأعداء السلام وتم فتح أبواب العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية بين الدول الشرق الأوسط واستطعنا أن نلمس طوال 12 شهرا مؤشرات قوية وملموسة لفوائد هذا الاتفاق ومن بين كل الموقعين على الاتفاق برز المغرب كأكبر دولة تحقق إنجازات لصالحها فقد وقع المغرب وإسرائيل اتفاقات ثنائية في مجالة الملاحة البحرية والتنقيب عن البترول وأبحاث الموارد المائية والتمويل والتعاون الأمني وبسبب الاتفاق الإبراهيمي ترسخت قوة العلاقات المغربية الأمريكية وقد أشاد وزير الخارجية أنترين بلينكين وأبرز أعضاء الكونغرس بالاتفاق ووعدوا بمزيد من الدعم للمغرب ومن المؤشرات القوية على دعم إدارة بايدن للمغرب هو إبقاؤها على الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء في حلقة اليوم سنناقش تأثير الاتفاق الإبراهيمي على المغرب والولايات المتحدة والمنطقة ما الذي تحقق وما الذي سيتحقق ينضم إلينا في هذه المناقشة أحد مهندسي الاتفاق الإبراهيمي إنه جيسون جرينبلات الذي شغل منصب الممثل الخاص للولايات المتحدة للمفاوضات الدولية من عام 2017 إلى 2019 في هذا الدور كان هو وجاريد كوشنر مسؤولين عن خطة إدارة ترامب للسلام في الشرق الأوسط قبل انضمامه إلى إدارة ترامب كان جرينبلات نائب الرئيس التنفيذي والمدير القانوني الأول لمؤسسة ترامب الأكثر من 20 عاما وفي عام 2019 أنشأ مؤسسة إبراهيم فانشورز بهدف تعزيز العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة والشرق الأوسط مرحبا بك يا جيسون في البرنامج ودعونا نبدأ كالمعتاد مع المعلق الخاص للبرنامج جورج لاندريث جورج من المقرر أن يلتقي أواخر هذا الشهر عبر الفيديو أو وزراء خارجية المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة وذلك في مناسبة مرور عام على الاتفاق الإبراهيمي في رأيك ما دلالة مشاركة وزير الخارجي الأمريكي بلينكين في هذه المحادثات وماذا سيتناولون أعتقد أن مشاركة وزير الخارجي الأمريكي بلينكين في المكالمة تعكس استمرار السياسة بمعنى أنه في بعض الأحيان مع الانتخابات تثور المخاوف إذا أتحول إنهائل في السياسة الأمريكية ولكن ذلك يظهر أن السياسة الأمريكية فيما تعلق بمساندة المغرب لن تتغير وهذا شيء إيجابي كما ذلك يظهر التزاما أمريكيا حقيقيا لأنه أحيانا تختلف التصريحات الصحفية عما يدور على أرض الواقع لكن تلك المشاركة في المكالمة تظهر أن الالتزام الأمريكي سيبقى قويا وهذا أمر هام وفيما تعلق بالجزء الثاني من سؤالك فإن المناقشة في المكالمة سوف تتطرق بدون شك في جانب منها إلى الاحتفال بالمناسبة واستعراض النجاحات التي حققتها الاتفاقيات الإبراهيمية في مجالات الاقتصاد والأمن وغيرها ولنكن منصفين فإن الأطراف التي تروج للإرهاب أصبحت في خطر بسبب هذه الاتفاقيات وهذا شيء طيب ولكن في نفس الوقت أعتقد أنهم سيتحدثون أيضا عن بعض التحديات ولا شك أن الجزائر ستكون أحدها لأن الجزائر أظهر التأثير السلبي في المنطقة لذلك أعتقد أنهم سينضون بعض الوقت لبحث كيفية مواجهة ذلك لكن الأنباء الطيبة هنا يعني هذه الاتفاقيات صمدت أمام اقتبار الزمن وأثبتت أنها تعمل بالفعل وبشكل ناجح وأن النجاح يقود إلى مزيد من النجاح جيسون أرحم بك مجددا في هذه الحلقة وأريد أن أبدأ بسؤال عن كتاب لك صدر مؤخرا عنوانه على طريق الاتفاق الإبراهيمي هل يمكنك أن تخبرنا قليلا عن مضمون هذا الكتاب ولماذا كتبته ولماذا تعتقد أنه قد يثير اهتمام مشاهدين في المغرب كتبت هذا الكتاب لأنني تشرفت بالعمل لثلاثة عوام في البيت الأبيض مع فريق متميز بقيادة رئيس ترامب وجاريد كوشنر ووزير الخارجية بومبيو وعديد من الشخصيات التي عاملت من أجل السلام واعتقد أن أي شخص يرغب في فهم المنطقة حاليا وعني بذلك المغرب وإسرائيل ومنطقة الخليج وغيرها يريد أن يتعلم مما تعلمنا بعد أن أنضينا عامين في تفاهم حقيقة الصراع الذي استمر العقود واللغة التي تم استخدامها والقضايا التي تمت مناقشتها وكيف ينظر الناس إليها ربما كانت سليمة خلال عقود مضت لكنها لم تعد كذلك الآن ولمسنا تحولات في عهد رئيس ترامب من خلال قيادة الشجاعة الجسورة لجلالة العهل المغربي وعدد آخر من القادة العرب لذلك فإن أي شخص يرغب في معرفة المزيد عما حدث ومساندة هذه الدول ومساندة السلام ويريد قراءة الكتاب ساجده في موقع أمازون وتمنى أن تتم ترجمته إلى اللغة العربية وسيطرح ككتاب ورقي في شهر يونيو القادم إذن مشاهدين الكرام بإمكانكم الحصول على كتاب على طريق الاتفاق الإبراهيمي لمؤلفه جيسون جرينبلت من موقع أمازون الآن دعنا نعود إلى الاتفاق الإبراهيمي أنا مهتم أن أعرف رؤيتك حول مدى اختلاف شكل الشرق الأوسط اليوم وبعد عام واحد من توقيع الاتفاق الإبراهيمي هل أنت مندهش من درجة الازدهار التي اتحققت بسبب هذا الاتفاق؟ لا ففي الحقيقة أنا أشعر بالاعتزاز لأن ما حدث وبالضبط ما حاولنا بناءه فنحن لم نحاول إزالة المشاعر العدائية أو مجرد التطبيع فقط ولكن حاولنا بناء اتفاقيات سلام تصمد أمام اختبار الزمن وتتخطى عهد إدارة رئيس رام بحيث تتعامل الأطراف مع بعضها بحرارة وتتعلم من بعضها البعض وتتعامل تجاريا وتقيم روابط ثقافية كمثال على ذلك فمسابقة ملكات الجمال العالمية التي يقيمت في إيلات شاركت فيها المملكة المغربية والبحرين وكانت أمور كهذه صعبة المنال واعتقد أن ما تمكننا من بنائه بالتعاون مع قيادات هذه الدول التي رحبت به يبدو أن الشعوب أيضا رحبت به والرغبة في التعارف والعمل معا والدخول في صفقات عمل مع بعضها البعض والاستمتاع بالصحبة وهذه الطريقة التي يبنى بها السلام ولسوء الحظ لازالت هناك قضية لم تحل وهو الموقف الفلسطيني من الاتفاقيات وأمل في أنهم سيدركون في نهاية المطاف أن الاتفاقيات ستخدمهم وتساعدهم كذلك سوف نتطرق إلى هذه النقطة لاحقا في الحلقة ولكن أريد هنا أن أعرف رأيك عن تأثير الاتفاق الإبراهيمي ليس فقط على العلاقات المغربية الإسرائيلية ولكن أيضا على العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة على سبيل المثال هل تعتقد أن علاقات المغرب مع إسرائيل كانت العاملة وراء قرار بايدن باحترام قرار رئيس ترامب باعترف أمريكا بسيادة المغرب على الصحراء وما تأثير هذا الاتفاق على رؤية الكونجرس الأمريكي للقضايا المغربية أولا وهو الأهم فإن احترام إدارة رئيس بايدن لسيادة المغرب على الصحراء هو القرار الصائب بل هو القرار العادل والقرار الصحيح والقرار الوحيد الذي يتماشى مع المنطق بالنسبة لقضية الصحراء وبالنسبة للمنطقة ولكن ما أشرت إليه صحيح حيث أن كل من إدارة رئيس بايدن والكونجرس يدركان أنه عندما يعمل حلفاء لنا مثل المغرب وإسرائيل معا ويدخلان في سلام ويحاولان تحقيق نجاح اقتصادي لشعوبهما فإن ذلك يخدم المصالح الأمريكية وبالتالي لا يكون هناك مبرر لمحو ذلك النوع من التعاون والعودة إلى سياسات قديمة تسيء إلى المنطقة وتفتقر بالفعل إلى المنطق بطبيعة الحال فإن الاتفاق الإبراهيمي لم يسعد البعض تماما مثلما هم غير سعداء بقرار أمريكا الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء فعلى سبيل المثال ردت الجزائر على زيارة وزير الخارجي الإسرائيلي إلى الرباط بقتل علاقاته مع المغرب أنت تحدثت قبل ذلك عن كيف أن الاتفاق الإبراهيمي جاء ليغير عقودا من الخطاب السياسي القديم المتعلق بعملية السلام وأن الاتفاق بفضل جهودك تم تصميمه ليكون بمثابة اللغة الجديدة لجعل العلاقات بين الدول أكثر واقعية ولكن من الواضح أن هناك أطرافا مثل الجزائر أو حماس أو غيرهما بعيدة كل البعد عن هذه الفكرة أطرح هنا سؤالين الأول هل تعتقد أن بإمكان أعداء السلام أن ينجحوا في عرقلة هذا الزخم الذي تحقق على مدار العام الماضي السؤال الثاني ما هو المطلوب فعله لضمان فشل مخططهم لا أعتقد أنه سيكون بوسعهم تحقيق النجاح فإذا نظرنا إلى حركة حماس وهي منظمة إرهابية بغض النظر عن قرار أمريكي خاطئ برفعها من قائمة المنظمات الإرهابية اتخذته الإدارة الحالية لن تتمكن من النجاح كل ما ستنجح فيه حركة حماس هو جعل حياة الفلسطينيين أكثر بؤسا وبطبيعة الحال حماس تهاجم إسرائيل لكن إسرائيل قادرة على مواجهة حماس والحفاظ على حياة مواطنيها ومواصلة النجاح بينما يظل الفلسطينيون بعيدين أكثر وأكثر عن تحقيق ذلك وعندما ننظر إلى الجزائر فإن كل ما تفعله هو الغرق في مستنقع عهود من الماضي ولن تتحرك إلى الأمام مثل ما فعلت المملكة المغربية أو الإمارات العربية المتحدة وبينما تشهد كل هذه الدول نجاحات مبهرة ستبقى الجزائر عاجزة عن تقويض الاتفاقيات الإبراهيمية ولن تكون قادرة على الاستفادة منها لأنها لا تساندها وستصبح الجزائر بلا تأثير لذلك فأنا أعتقد أن ما أقدم عليه جلالة الملك محمد السادس فيما تعلق بالاتفاقيات الإبراهيمية ومد يد الحوار والسلام للجزائر يظهر ما يجب أن يكون عليه القائد والزعيم وما هو أفضل بالنسبة للمنطقة وما هو أفضل بالنسبة للقارة الإفريقية فيما تتخذ الجزائر الاتجاه المعاكس الذي يظهر الافتقار إلى الزعام والتخيل والرغبة في مساعدة الجزائريين في المضي قدما إلى الأمام في عالم اليوم المختلف تماما مشاهدين الكرام ننتقل إلى فاصل قصير وبعده نكمل الحوار مع جيسون جريم بلاد ليس فقط عن نجاح الاتفاق الإبراهيمي ولكن أيضا تأثيره على العلاقات الإسرائيلية المغربية الأمريكية والعزل المتزايدة لمعارضي الاتفاق مثل الجزائر وحماس الذين يعيشون في الماضي وليست لديهم القدر على التفاعل مع الواقع الذي نعيشه في القانون الحادي والعشرين إذن مشاهدين الكرام أرجو أن تبقوا معنا أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام في مع المغرب من واشنطن موضوعنا اليوم هو الذكرى الأولى للاتفاق الإبراهيمي وكيف غير المنطقة للأفضل جورج أريد أن أعود إليك لمزيد من النقاش حول هؤلاء المعارضين مثل البوليساريو والجزائر ليس فقط للاتفاق الإبراهيمي ولكن لزيادة حجم التعاون بين دول المنطقة والمنظمات الدولية في رأيك كم سيستغرق من الوقت لكي تقبل قيادات في المنطقة مثل رئيس الجزائر لقبول اليد الممدودة لهم للحوار مثل ما يفعل جلالة ملك المغرب والأمم المتحدة للأسف أعتقد أن الرئيس الجزائري سيحاول استنفاذ كافة الخيارات الأخرى فلسبب ما هو يعيش في الماضي وغير راغب في الرؤية ولكن في مرحلة ما سوف يجد نفسه في طريق مسدود ومتى رأى ذلك أعتقد أنه سعود إلى العقلانية فعندما تنظر إلى الاقتصاد والأمن وكل الجوانب الأخرى سواء الطيران المياه البترول وبشكل عام التنمية الاقتصادية سيصبح واضحا أن الاتفاقيات تقدم إسهامات إيجابية ضخمة للجميع وفي مرحلة ما سيدرك الرئيس الجزائري أن قطار التقدم يتحرك بعيدا عن محطة الجزائر وسيرغب آنذاك في اللحاق بذلك القطار حتى إن لم يقل هو ذلك فإن الشعب الجزائري بالفعل يقولها بكل وضوح الآن يا جيسون أريد أن نتكلم عن الاتفاق الأمني الموقع بين المغرب وإسرائيل الشهر الماضي وكما تعلم هو الاتفاق الأول من نوعه الذي توقعه إسرائيل مع دولة عربية ويقول عنه المحللون أنه سيعود بالكثير من الفوائد والتفوق الاستراتيجي للمغرب هل تتفق مع هذه الرؤية؟ نعم ولكن أريد التشديد على أهمية الاتفاق فإذا عدنا إلى الجولة التي قام ذي الرئيس ترامب إلى المملكة العربية السعودية وتحدث خلالها إلى كل قادة الدول العربية الإسلامية في خطابه المتميز عن كيف أن كل الأطراف تقاتل عداء السلام وتقاتل التطرف وأن هناك حاجة إلى أن نقاتل القراهية وهذا هو السبب الرئيسي للتوصل إلى الاتفاقية الأمنية وقد ظهر ذكاء وفطنة كل من العاهل المغربي وقادة إسرائيل في التوصل إلى تلك الاتفاقية والعمل على إنجاز اتفاقية أخرى إقرارا بالحاجة إلى العمل معا لمواجهة التطرف وحماية الشعبين من كل هذه الأخطار واعتقد أن هذا وضع المغرب في مكانة متميزة بالمقارنة بالتأكيد مع الجزائر ودول أخرى لم تكن قادرة على قتال التطرف بل ساعدت على تبنيه باتخاذها موقفا مغيرا المغرب والولايات المتحدة لديهما أجندة طموحة للمنطقة والتي تشمل التسوية السياسية للنزاع للصحراء قائمة على خطة المغرب للحكم الذاتي وحفز الاستثمارات في الصحراء والمغرب بشكل عام أنت إن خرطت عن كثب في بعض من هذه المشاريع الاستثمارية ما الذي تتطلع إليه فيما تعلق بهذه القضايا المهمة؟ أعتقد أن استثمار المغرب في منطقة الصحراء أمر أساسي وأؤكد هنا أن ذلك ينبغي أن لا ينتظر التوصل إلى تسوية سياسية لأن ذلك قد يطول العقود ويجب أن يجعل المغرب كل شيء في الصحراء أفضل والاستثمار فيها ويجب عدم ترك مواطن المغرب في الصحراء ينتظرون لأن جبهة البولوساريو ترفض الجلوس إلى مائدة المفاوضات للتوصل إلى حل عملي وأنا أشجع كافة ألوان لاستثمار في الصحراء وأتطلع لرؤية نتائج واعدة هناك أنا مهتم أن أعرف رأيك فيما تعلق بإيران وتعامل إدارة بايدن مع التهديد الإيراني ليس فقط فيما يتعلق بالبرنامج النووي ولكن فيما يتعلق بعلاقاتها مع ما يمكن أن نسميه أنظمة العصر الحجري مثل الجزائر وحزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية في الساحل فما الذي بوسعنا أن نفعله لمنع مثل هذه القوى شديدة العدوانية من زرع بذور عدم الاستقرار في المنطقة ليس فقط في المحيط الإقليمي بل أيضا في شمال إفريقيا ككل أحد الأسباب الأخرى التي دعتني لكتابة الكتاب هو نداء إلى إدارة رئيس بالتخلي عن ممارسات السياسات القديمة وإدراك الحقيقة ليس فقط فيما تعلق بالملف النووي ولكن إدراك حقيقة أن إيران تثير القلاق والقراهية والإرهاب في كافة الأرجاء بما في ذلك المغرب الذي عانى من ذلك أيضا فإذا لم تتمكن إدارة بايدن من الحفاظ على علاقة وثيقة بحلفاء مثل المغرب وغيره فإنها سترى إيران وقد مدت نفوذها بشكل بالغ الضرر ليس فقط في الدول التي نتحدث عنها ولكن ستلحق الضرر كذلك بالولايات المتحدة لأن إيران تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي لذلك تعين على الولايات المتحدة التعاون مع حلفائها وشركائها مثل المغرب والسعودية والبحرين والإمارات وقطر وغيرها لمجابهة حقيقية مع التطرف والخطر الإيراني على المنطقة كما نعلم جميعا فإن جلالة الملك محمد السادس هو رئيس لجنة القدس ويعمل كل ما بوسعه لضمان حقوق الشعب الفلسطيني فالمغرب وغيره من الدول الصديقة للشعب الفلسطيني يتطلعون إلى تحقيق أعلى استفادة من الاتفاق الإبراهيمي للشعب الفلسطيني لكن هذا ليس بالأمر الهيئ إذا وضعنا في الاعتبار واقع الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية وافتقادهم لقيادة حقيقية للسلطة الفلسطينية في رأيك وانطلاقا من هذه الميزة التي يتمتع بها المغرب ما الذي يمكن أن يفعله المغرب من أجل تحقيق تسوية لهذا النزاع؟ هناك حاجة إلى أن يشرح المغرب للفلسطينيين الحقيقة والواقع ولكن يعتقد أنه في ظل قيادة براجماتية عملية مثل ما هو الحال في المغرب وفي دول عربية أخرى فإن القيام بشرح للقيادة الفلسطينية لأن هذا هو الطريق الطويل وأنه تدريجيا وعبر مرور الزمن قد نبدأ في التخلي عن الطريقة القديمة في التفكير والبدء في قبول الواقع ومحاولة العمل للتوصل إلى حل تكون فيه كل الأطراف محل احترام ويمكن للجميع أداء الصلاة والعمل معا بحيث يصبح الجيل القادم من الفلسطين والإسرائيين وغيرهم قادرين على التمتع بالحياة التي أسعدني الحظ بها هنا في الولايات المتحدة لقد أنشأت مؤسسة إبراهيم فينشيرز في 2019 في إطار الجهود لدعم العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل ودول المنطقة حدثنا عن بعض تفاصيل عملكم والتوقعاتك بالنسبة للمستقبل بالتأكيد لا يمكنني القول بأنني أنا الذي طرحت تسمية الاتفاقيات بالإبراهيمية لأنني لم أكن في البيت الأبيض آنذاك لكن التسمية كانت في إطار خط تفكيري قبل ثمانية أو تسعة شهور من تسميتها بهذا الإسم لأننا ننحدر جميعا من سلالة سيدنا إبراهيم ونرغب جميعا في نفس الأشياء ونفس ما نريده لأبنائنا ونتطلع كلنا إلى الرفاهة والأمن والسلام هكذا فإن مشروعي التجار يهدف إلى بدل الجهد والوقت للربط ما بين الشركات الأمريكية والإسرائيلية وشركات في منطقة الخليج وفي المغرب ووجدت ترحيبا بالغ الإيجابية حتى من الأطراف التي لم توقع بعد على الاتفاقيات الإبراهيمية وضر معها نفس الحوار الذي ضر بينما كنت في البيت الأبيض حيث أدركت الأطراف أن ذلك هو الشيء الصحيح الواجب عمله ليستفيد منه الجميع طالما أن الطرفين يستفيدان وليس من طرف واحد حيث يجب أن تكون طريقا في اتجاهين ويجب أن يتم إشراك الجيل القادم وتدريبه على العمل معا هذا هو ما أسعى إلي وأتطلع إلى المزيد منه ما هي نصيحتك لرجال الأعمال المغربة وأيضا للمسؤولين المغربة عن رؤية الأمريكيين أو الإسرائيليين للفرص الاقتصادية وكيف يمكن للمغرب أن يستفيد من موقعه الجغرافي الفريد وقوانينه لتعظيم جاذبيته على استثمارية أولا وهو الأهم هو أن أحد ما تمتلكه المملكة المغربية ويشكل أصولا هائلة هو المغربة أنفسهم فعندما أسافر إلى المغرب وأنا أفعل ذلك بشكل متواصل أحب وجودي هناك وذلك لدفئ مشاعر المغاربة وكرمهم وانفتاحهم كما أن هناك فرصا عديدة للسياحة حيث أن المغرب فريد من نوعه حيث يعد واحدا من تلك الدول التي تجمع بين الحداثة وعبق التاريخ ويمكن للزائر التمتع بشواطئ جميلة وهندسة معمارية حديثة وأقرى قديمة وليس هناك دول عديدة تتمتع بذلك وأستطيع أن أنقل لك وجهة نظر الأمريكيين حيث قام أمريكيون كثيرون بزيارة المغرب ورغم التحدي الذي فرضته جائحة كوفيد ومن طوى عليه من حالات إغلاق للحدود فإن من تمكنوا من الأمريكيين من زيارة المغرب أثناء الجائحة عادوا وكالوا المريحة والثناء للمغرب لذلك يجب أن يستفيد المغرب من ذلك كما يجب أن يشرح المغرب بيئة اللوائح المنظمة للاستثمار حيث يشعر الأمريكيون ببعض الرهبة عندما لا يفهمون كيفية حكم القانون لذلك يجب أن يبدأ المغرب حملة لإظهار حكم القانون في المغرب وشرح بيئة اللوائح المنظمة كي يشعر مجتمع المستثمرين الأمريكيين بالراحة وكما نقشنا خلال اللقاء فإن المغرب يستفيد من المظلة التي وفرتها الاتفاقيات الإبراهيمية وحان الوقت للمغرب لاقتناص هذه الفرصة وشرح كل ما يتوفر في المغرب من فرص لأمريكا شكرا لك يا جيسون على هذه الآراء والحقائق التي نتعلم منها وأبارك لك ثانية على جهودك في إنجاح الاتفاقي الإبراهيمي وتقوية العلاقات المغربية الآن مشاهدين وكما سمعنا من صديقنا جريمبلات لقد تحقق الكثير خلال عام واحد فقط فمن نوفمبر 2020 وإلى الآن تم الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء واتخذت الأمم المتحدة عددا من القرارات التي صبت في صالح المغرب وسياساته بشأن هذا النزاع أيضا ارتفعت وتيرة الاستثمارات في الصحراء بسبب قدرة المغرب على التفاعل الإيجابي مع الاتفاق الإبراهيمي ولكن في نفس الوقت هناك الكثير من التحديات إذ إن هناك الكثير من الدول والتنظيمات التي تحمل عداء للمغرب وعداء لإسرائيل وعداء للولايات المتحدة التي تعمل جميعها من أجل مصلحة المنطقة لكن إيران والجزائر والبوليساريو وبعض القيادات الفلسطينية تضع العراقيل أمام الجهود المغربية والأمريكية من أجل مستقبل أفضل للمنطقة وأعتقد أن الوقت ليس في صالح هؤلاء لكنهم ينتهزون كل فرصة لعرقلة أي تقدم وأعتقد أيضا أن أفضل طريقة لمواجهتهم هي مواصلة للتزام بتحقيق الأهداف المشتركة وإن شاء الله سوف تتحقق النتائج المبهرة قريبا في النهاية مشاهدين الكرام أشكر جورج لاندريث وجيسون جرينبلات والشكر موصول لكم بطبيعة الحال مشاهدين الكرام على حسن المتابعة وإلى اللقاء في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة